الباقات مبقاش فيها خير الباقة زمان كات الواحد ميجا تقضيكي اليوم كله انا عندي الحل السلام عليكم ورحمة الله باكاتو معاكم متحبا مفيش واحد مننا غير وي الباقة بتاعته او ما بيبدأ يشحن الباقة بتاعت النت يلاقي الباقة خلصة 80% و 100% كل ده بيحصل مع تطور التكنولوجيا وتطور الطبيقات والموبايلات كل ما بيتطور الموبايلات بتاعتنا كل ما بتبدأ تسحب data بشكل اكبر واحد يقول لك من هنا شركة الموبايلات بتسرقنا واحد يقول لك من هناك لا ده الموبايل بتاعك هو اللي فيه المشكلة لا لا ده ولا ده المشكلة في التطبيقات اللي بتفضل شغالها لو انت يعني ماسك الموبايل بتاعك وفاتح فيسبوك وقفلت الفيسبوك وشلته من تحت يعني ما بقاش موجود مثلا شغال تحت وشغال بتتكلم دوقتي على الواتساب فيسبوك لسه شغال نفس الكلام انت فاتح ميسنجر فاتح انستجرام اي تطبيق التطبيقات التانية اللي في الخلفية شغالة حتى لو قفلتها لان انت لو جيت تفكر فيها كده ازاي حتجي لك الرسالة على الفيسبوك ميسنجر واتساب انستجرام وانت قافل التطبيق تم التطبيق لازم يفضل شغال على الداتا عشان يقدر ان هو يجيب لك الرسالة دي بيبدأ ان هو يبعت لسيرفر بتاعه هل في رسالة جات السيرفر يرد عليه لا ما فيش وهكذا بتحصل كل لحظة كل ده بيخلص الداتا بتاعتك بشكل اسرع حتى لو انت مش مستخدم الموبايل نهائي حتى لو انت ما بتستخدمش الموبايل ولا جيت جنبه ولا حتى قربت منه كل ده الموبايل بيبدأ يسحب فيه الداتا بتاعتك طيب ايه اللي انا قادرة ان اعمله عشان ابدأ ان انا اقل استهلاك الداتاتي خطوات لازم تعملها على كل تطبيق عشان تقدر ان انت تقلل من استهلاك الداتا بتاعت الموبايلات دي في طرق اول حاجة ان انت تبدأ تنزل تطبيقات الدادا سيفنج او ان هي هي اللي تتحكم في الداتا بتبدأ تشوف استهلاك كل التطبيق بيستهلك داتا قد ايه تهصل عنه حاوار ليكم دلوقتي بعض التطبيقات اللي تقدر ان انت تنزيلها تعمل الخاصية دي في بعض الموبايلات فيها الخاصية دي بالفعل يعني مسلا شاومي في تطبيق السيكيروتي بتاعها بتقدر ان انت تقفل الانترنت عن التطبيقات دية. هنشوفه برضو لو انت معاك موبايل من موبايلات شاومي هنقدر ان انت تعمل الخاصية دي. لو انت معاك برضو موبايل اندرويد خام او اي اندرويد. حواريك برضو طريقة ازاي تقفل التطبيقات ديت عن استخدام الانترنت بتاعك. يعني في تطبيقات انت ممكن ما تستخدمش الانترنت فيها نهائي. يعني مسلا تطبيق ليستخدم انترنت. تطبيق لعبة مسلا لعبة لي تستخدم داتا بتاعة الموبايل لعبة اوفلاين مش محتاجة اونلاين اصلا فانت ليه تخليها شغالة اونلاين مع ان انت لو سبتها شغالة اونلاين هي بتسحب داتا. ليه? بتظهر لك اعلانات. كل ده بيسحب معك في الداتا. الفيسبوك نفسه لو انت بتشتغل على الفيسبوك اول حاجة طبعا يعني يفضل لو انت عايز تقل استهلاك الداتا تشتغل على فيسبوك لايت. حتى لو فيسبوك لايت برضو بيسحب داتا كتير بسبب حاجات انت بتسيبها مفتوحة بشكل اوتوماتيك. والفيسبوك بيفضل فتحها لك بشكل اوتوماتيك. حلقات كتير ان شاء الله نزلة فيه المستقبل وفيه حلقات كتير نزلت فانت ما تنساش تشترك بالقناة عشان تشوف الحلقات دي وتكون مفعل الجرس وقلن رأيك في الكومنتات. اول حاجة لو انت من مستخدمي موبايلات شاومي هتلاقي فيه جوه الموبايل تطبيق الحماية. هتلاقي فيه استخدام البيانات ومن استخدام البيانات تقدر تتحكم في بيانات كل تطبيق ان انت تنديله صلاحية ان هو يستخدم بيانات التطبيق ولا لأ. عندك طبعا تقييد استخدام البيانات زي ما احنا شايفين من تقييد استخدام البيانات تقدر ان انت تتحكم في التطبيقات اللي عندك كلها ازا كنت تسمح لها ان هي تستخدم او بتاعتك عن طريق اللي هو الخط واحد او الخط اتنين على حسب اسمهم عندك ايه? فانت بتتحكم كل تطبيق يقدر ان هو يستهلك ال data من انوخات او تقدر تلغيه مباشرة على الاتنين. انت طبعا بتشوف كل التطبيقات اللي انت مش محتاجها وبتلغي من عليها. يعني اي تطبيق شايف ان هو زيادة عن استخدامك في الشارع. يعني لو كان مسلا سوق دوت كوم ترجمة الحاجات دي كلها انت مش هتحتاجها في الشارع. تطبيقات مسلا زي انت ممكن مش محتاجه في الشارع. لو انت سبته مفتوح وقلت انت ممكن بتستخدمه بعد كده. فممكن التطبيق فعلا يبدأ يسحف داتا وانت مش محتاج ان هو يكون ساحب داتا دي. فانت بتقفل التطبيقات دي. كمان عندك استخدام التطبيقات بتاعت السيستم فانت بتلغي من عليها برضو تطبيقات كتير جدا في تطبيقات كتير جدا في السيستم. بتلغي من عليها ملاهاش اي لازمة ان هي تستخدم بيانات لما بتلغي من عليها الداتا بتفضل معاك فترة اطول. خصوصا تطبيقات اللي هي بتاعت الابديت والتحديثات والطقس والحاجات دي كلها والجيميل والحاجات دي كلها ملاهاش لازمة ان انت تستخدمها في الداة الا لو كنت انت محتاجها في شغلك. طيب دلوقتي لو انت عندك تليفون من تليفونات اللي فيها اندرويد خام او اي اندرويد. اول حاجة انت عندك فوق خيار توفير البيانات. توفير البيانات عندك بيديك اتاحة ان انت توفر بيانات اكتر وانما بيشغلش الداة بتاعتك بشكل كبير غير على التطبيقات المفتوحة في اللحزة دي. لو جينا ندخل عليه هتلاقي فيه اختيار ان انت بتحدد الخط اللي يشتغل عليه استخدام البيانات فانت طبعا بتفتحه على الاتنين او على واحد بس لو انت بتتخدم الداة من خط واحد فقط. وطبعا بتقدر تشغله من الاعتداد جوه في توفير البيانات. اما لو انت مش عايز تدخل جوه على طول فانت ممكن اصلا تدور عليه فوق فيه القيمة اللي موجودة فوق ولو مش موجود تقدر تضيفه في الاختصارات اللي موجودة فوق. حتلاقيه ايه لو هو مش ظاهر عندك اختيار توفير البيانات. انا طبعا ظهرينه باللغة العربية عشان ايب الناس كانت طلبت ان هي عايزة الاعدادات باللغة العربية. فالاعدادات قدامنا هنا باللغة العربية. برضو انا عندنا اختيار تاني ان انت تقفل الانترنت عن بعض تطبيقات اللي انت مش عايزها او التطبيقات اللي اخدها انت بشكل كبير. ايه انت عندك فيه الداتا ممكن تقدر تشوف التطبيقات اللي تاخد انترنت كتير فتقفل من عليها الداتا. وهتلاقي اغلبها الفيسبوك وهنشوف دلوقتي طريقة ان انت تقلل داتا من على الفيسبوك ازاي? احنا هنا مسلا دلوقتي هنشوف التطبيقات اللي تاخد انترنت بشكل اكبر. والتطبيقات اللي تسحب داتا بشكل اكبر. عندك هنا في الشبكة والانترنت هتلاقي فيها استخدام البيانات اللي احنا كنا داخلين عنها من شوية. وهتلاقي فيها استخدام البيانات والتطبيقات التطبيقات لبيانات هتلاقي فيها اكتر التطبيقات اللي تسحب داتا وحتلاقي في اغلبها الفيسبوك والواتساب والجوجل كروم الجوجل كروم احنا هنقول دلوقتي حله كمان شوية لكن الفيسبوك والتطبيقات التانية فانت ممكن تدخل على التطبيق اللي انت شايفه بيسحب داتا كتير وتدخل على البيانات الخلفية بتاعته وتقدر ان انت تقفل البيانات او استخدام البيانات للتطبيق ده طالما قفلته يبقى كده التطبيق ده مش هيشتغل عليه البيانات طول ما انت يعني فتحه وتفعيل استخدام البيانات الجوال في الخلفية طبعا ده هو لو مفتوح التطبيق بيسحب داتا في الخلفية لكن لو قفلته انت طبعا بتقفل استخدامه اللي في الخلفية ده مش محتاجه غير لو انت فتحت التطبيق نفسه. عندنا الفيسبوك ممكن انت تدخل على الاعدادات بتاعت الفيسبوك بتاعك وكمان تقالل في استهلاك الداتا عن طريق حاكتين حاكتين احنا بنعملهم على الفيسبوك اول حاجة ان احنا بنقفل الفيديوهات اللي بتشتغل اوتوماتيك ودي بتلاقيها في الوسائة والاعدادات وانت بتلاقيها مفتوحة بشكل اوتوماتيك على اتصال الهاتف والواي فاي فانت بتقفلها تماما او بتخليها على الواي فاي فقط اللي هي الفيديوهات اللي بتشتغل بشكل اوتوماتيك او ما بتفتح الفيسبوك او ما بتجي تعدي تحت بتقفيه فيديوهات بتبدأ ان هي تسحف الداتا بتاعتك ده لو انت حتى لو قافل الفيسبوك الفيسبوك بيحمل لك الفيديوهات دي عشان اول ما تفتح الفيسبوك يعرض هذا فطبعا انت بتقفلها عشان ما يسحبش اي داتا او ممكن تخليها على الواي فاي فقط ممكن كمان تقلل تحميل الصور بدقة عالية ده هيقلل لك من الداتا لو انت بترفع صور كتير هيقلل من الداتا وحيخلي جودة الصور معقولة شوية بحيس ان هي ما تاخدش داتا بشكل اكبر كمان احنا لو طلعنا برة في الفيسبوك برة والقايمة اللي هي الجانبية هتلاقي فيها كمان خيار اللي هو بيانات اللي هي توفير بيانات الاتصال وتوفير بيانات الاتصال انت بتقدر من خلالها ان انت تشغل ميزة توفير بيانات الاتصال طول ما انت شغال بسري جي فقط فانت لما بتيجي تفتحها بيقول لك انه عايز تشغل الخاصية دي دايما ولا عايز تشغلها اثناء الاتصال بالواي فاي آآ تتقفل وترجع تاني تشتغل اثناء بيانات الاتصال فطبعا انت بتخليها زي ما تحب عايز يشغلها اوه اوتوماتيك بشكل اوتوماتيك لو عايز شغلها دايما زي برضو ما تحب. بس انا بفضل حاجة لو انت عايز تقلل الاستهلاك من الداتا بشكل كبير استخدم دايما فيسبوك لايت فيسبوك لايت بيديك امكانية ان انت تقلل جدا من الداتا عن طريق الصور بتاعت الداتا بتاعتك الحاجات دي كلها الداتا دي بتنزل بجودة قليلة الصور بتنزل بجودة قليلة ده بيقلل جدا من استخدام الداata بتاعتك فانت بتقفل الداata عن الفيس بوك العادي وتستهلك في عن طريق تطبيق الفيس بوك لايت. طيب بالنسبة للطرق تانية اللي عايزة تقليل بها السلاك الداata بتاعتك ما انت ممكن تستخدم احد التطبيقات الى موجودة على جوجل بلاي. اللي Luxem خلالها بتقدر ان انت تتحكم في التطبيقات اللي بتحصل على الانترنت اللي انت بتديها سماح بالانترنت. تطبيقات اللي ما بتديهاش سماح بالانترنت. في طبيقات مختلفة كتير. زي تطبيق قدامنا دوت بتقدر ان انت من خلاله تتحكم في تطبيقات اللي تطبيقات ان هي توصل الانترنت ولا التطبيقات اللي ما توصلش لي اسري جي. كمان احنا عندنا تطبيق مميز جدا وأغلبنا كلنا عارفينه وهو تطبيق اوبرا ميني واللي اننا بفضله اكتر بكتير جدا من تطبيق جوجل كروم في استهلاك الداتا لو انت بتستهلك الداتا دي في الشارع. اما لو انت عايز تستهلك الداتا دي في البيت فانت تستطيع ان انت تستخدم جوجل كروم بشكل عادي لكن اوبرا اوبرا ميني مميز جدا في استهلاك الداتا لو انت عايز تستهلك اقل داتا ممكنة وتقرأ مسلا خبر تقرأ اخبار تفتح فيسبوك تفتح اي حاجة الموقع يعني المواقع كلها بتقدر تفتحها عن طريقه لكن بداتة قليلة جدا 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 يعني ممكن تلاقي يقدر ان هو يوفلك اكتر من واحد وتمانين في المية من المواقع لانت من الداتا اللي بتقدر ان انت تنزلها يعني انت لو بتستهلك واحد جيجا كل شهر في فتح مواقع وحاجات كده المواقع ديت انت ممكن تقلل من استهلاك الداتا بنسبة واحد وتمانين في المية يعني لو الواحد جيجا ممكن تستهلك بس ميتين ميجا فقط بدل واحد جيجا فطبعا ده استهلاك كويس جدا بالنسبة لو انت عايز تقلل من استهلاك الداتا في نهاية حلقاتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان تشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي اشتراك في القناة اشتراك في القناة